البدرونة الجزائرية هو لباس تقليدي عاصمية يلبس قطعة واحدة من الداخل وفوقه يلبس لباس مطرس بالفتلة أو المجبودة يدعى الكاركو كما أن هذا الأخير هو بدوره لباس تقليدي عاصمية يلبس بسروال الشلق العاصمي الجزائري أو سروال مدورة أو سروال التستيفع وهي أنواع للسروال الجزائرية التقليدية كما كنا قد تطرقنا إليه في الحلقة السابقة من أنواع البدرون نذكر بعض أساميها منهم القاط وهو تسمية قديمة جدا معروفة عند العاصميين أو القويطة أو الكاميزورة وسروال مدور أو الشلق أو التستيفع وهذه الأخيرات تشكل لنا القاطة أما أصل البدرون العاصمي الجزائري فهو لباس تقليدي تم ابتكاره وتصميمه من قبل سيدة جزائرية كانت في عصرها أنذاك أميرة تدعى زفيرة كانت زوجة سليم التومي وهذا الأخير هو من أحفاد سيد عبد الرحمن التعلبي ولم يستوحى من أي لباس أو عهود أخرى ولم يتأثر بأي ترات آخر يعني هو جزائرية مئة بالمئة والذي أصبح اليوم لباسا عالميا مصنف في اليونسكو ترجمة نانسي قنقر